شارك وفد شعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي وتضمن الاجتماع مناقشة عامة بعنوان الهجمات والجرائم الإلكترونية المخاطر الجديدة على الأمن العالمي حيث أكد وفد شعبة البرلمانية حرص السلطة التشريعية على مراجعة التشريعات النافذة وتطويرها بشكل مستمر بما يتلائم مع آليات التصدي للهجمات السبرانية والجرائم المستحدثة مشيرا إلى أن المنظومة التشريعية البحرينية تضم العديد من التشريعات المتعلقة بالأمن الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية لدعم الإطار الوطني للأمن الإلكتروني ومكافحة الجريمة الإلكترونية وتعزيز الأمن السبراني